اشتركوا في القناة ثم بعدها سنحاول الإجابة على أسئلة الفهم لنستمع جيدا هدية النخلة النخلة مفيدة للإنسان ولعل أفيد ما فيها ثمارها فطمرها من أطيب الأطعمة وألذ أنواع الفاكهة وهو قوت الإنسان الأساسي منذ القدم يأكله الثري والفقير ويتزود به المسافر ونقدمه للضيف والطمر أعلى الفواكه احتواء على السكريات وهو غذاء سريع الهضم ويعيد النشاط والحيوية بسرعة للجسم الطمر أنواع فيها الرطبة والنصف الجافة والجافة وكلها تتظاهف اللذة والمنفعة بعد قراءتنا للنص يمكن للتلميذ أن يستمع لهذا النص أكثر من مرة ثم يحاول الإجابة على الأسئلة التالية أول سؤال يقول ما أنفع شيء في النخلة الجواب أنفع شيء في النخلة هو ثمارها السؤال الثاني يقول الطمر في متناول الجميع لأنه نادر أو يباع بسعر معقول أو متوفر في بلادنا إذن جواب الصحيح هو الثالث ما هي فوائد الطمور؟ الإجابة من فوائد الطمور أنها تحتوي على السكريات وهو غذاء سريع الهضم ويعيد النشاط والحيوية بسرعة للجسم لماذا يفضل أن يفطر الصائم على الطمر؟ الجواب يفضل أن يفطر الصائم على الطمر لاحتوائه على السكريات وإعادته للنشاط والحيوية بسرعة للجسم كما أن الإفطار على الطمر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم السؤال الموالي يقول صف مذاق وشكل أحد أنواع الطمور وأي نوع منها تفضل؟ أفضل الطمر أفضل الطمر الرطب ومنها ما هو متوفر في بلاد الجزائر ويسمى دقلة نور ويلقب الدقلة بسيدة الطمور لفوائدها الكثيرة ولمذاقها الحلو والطيب كما يلقب بأصابع الضوء نسبة لشكله الذي يشبه أصابع اليد ولونه البني الفاتح الميال للضوء اشرح كيف يتزود المسافر بالطمر يتزود المسافر بالطمر بأخذه معه في سفره وتناوله أثناء السير لكي يسترجع طاقته التي استنزفها أثناء المشي أذكر بعض الفوائد الصحية للطمر إذن من الفوائد أولاً يسهل عملية الهضم ثانياً ينشط الجسم ثالثاً يوفر السكريات التي يحتاجها الجسم ثم الآن ننتقل إلى التعبير عن المشهد هذه الصورة متوفرة في الكتاب طرحوا أول سؤال وهو للطمر أثر طيب في حياة نبينا الكريم فكيف كان يتناوله؟ إذن الجواب هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطمر بطريقة ودرية أي عدد حبات الطمر فردي أي يأكل ثلاثة أو خمسة أو سبعة إلى آخرين ثم طلب منا ما هي أنواع الفواكه التي تنبت في بلادنا أيها تفضل أنواع الفواكه التي تنبت في بلادنا كثيرة منها الطمر، البرتقال، التين، التفاح والعنب إلى آخره ويمكن أن يذكر التلميذ أكثر من فاكهة ويذكر ما هي الفاكهة المفضلة لديه إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الدرس الذي أتمنى أن يكون مفيداً لكم في الأخير أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة لا تنسوا الاشتراك على قناتكم قناة التلميذ المتميز إلى الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته